الآن معنا على الهواء مباشرة من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي سيد أحمد عطى سيد عطى أنت تتابع الآن معنا إذن هذه اللحظات والهدوء الحذر في قطاع غزة هناك معادلة استراتيجية ميدانية في قطاع غزة خلال أحد عشر يوما ما هي؟ ما ملامحها من وجهة نظرك؟ وهل نجحت بالفعل في تعزيز صمود الجبهة الداخلية الفلسطينية؟ بداية سأبدأ بكلمة الصمود سيد حازم هناك تحرك من كافة الفصائل والمكاومة منذ بدء التصعيد من جانب إسرائيل كشفت عنه القدرة العسكرية لهذه الفصائل والمكاومة وهو ما وضع الجانب الإسرائيلي في خسائر لم يتوقحها حتى أن جهاز الاستخبارات من خلال الإعلام الألى الإعلامية الإسرائيلية صدر الكثير من المعلومات لحفظ ماء وجه الجانب الإسرائيلي فإذا كان هناك منمونية بخسائر هو الجانب الإسرائيلي وهي خسائر عسكرية خاصة حتى يتم الجلوس على طولة المفاوضات وتحقيق الهدن بعد ثلاثة أيام كان لابد من هناك تحقيق انتصار عسكري مشمولا برائحة الشهداء وخاصة أن منذ قليل الجانب الأمريكي من خلال كلمة الرئيس الأمريكي كانت تحمل رسائل أحدية الجانب فهو يدافع عن الكبة الحديدية التي استطعت الفصائل والمكاومة الفلسطينية أن تكشف ضعف هذه الكبة وزيفها هذا من ناحيةه يؤكد على دعم العسكري وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وهنا الرسائل يحاول إنقاذ رئيس الأمريكي من خلال هذه الكلمة حفظ ماء وجه نيتانياهو ازدال الستطار على الخسائر العسكرية فهناك الكثير من المتغيرات التي سوف تظهر خلال الفترة القادمة فيما يتعلق باستهداف المدن الإسرائيل والاستهداف إسرائيل وخاصة أن إسرائيل من خلال الآلة الإعلامية قالت أن هناك العديد من الأنفاء هناك تطوير في الأسلحة والسواريخ على غير المعتاد فهذا اعتراف من الجنرالات الحالين والسابقين الذين يستعين بهم نيتانياهو والذي فشل عن يحقق أي انتصار سمت قبول هذه الهدنة من خلال التحرق المصري نعم سيد عطاء هناك كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن تابعتها بكل تأكيد هناك توجيه رسالة شكر لجمهورية مصر العربية والجهود العربية التي بذلت من أجل التوصل إلى اتفاق التهديئة هذا في هذا السياق ما الذي يمكن أن نلاحظه على الدور المصري الذي لعبته هذه الدولة منذ اليوم الأول للتصعيد حتى الإعلان عن نجاح لجهودها في وقف التصعيد مع إسرائيل هناك الكثير من الكواليس سيد حادم وقد أكدها وزير خارجيان مصر سامح شكري بأن مصر ترغب في الإعلان عن دولة مستقلة فلسطينية والتحرك نحو الحقوق الشعب الفلسطيني وأن تكون عاصمتها الكدس الشرقية ولكن هناك وهذا غير معلن هناك مسودة بعد التواصل من مصر من خلال المجموعة أمنية وتبلوماسية منذ بداية التصعيد مسودة فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي وكافة الفصائل هذه الهدنة بعد أن كل طرف قام بالطرح الطلبات المختلفة حتى يتم بعد 72 ساعة بعد ثلاثة أيام التحرك نحو تحقيق السلام ولكن الخاسرة الحقيقة في هذه عملية التصعيد هو نتانياهو نتانياهو استطاع أن يزيح رئيس يئير لابيد رئيس حزب هنا المستقبل ومنافسه في تكوين في تأليف حكومة إسرائيلية هذا من ناحية من ناحية أخرى الشارع الإسرائيلي وهي نقطة سيد حزم لم تظهر بعد الشارع الإسرائيلي بعد أن توجه الملايين في المخابة وهذه أول مرة تم استهداف المدنس الإسرائيلية وتل أبيب فالشارع الإسرائيلي سيكون لها مطالب أخرى بجانب المسودة وبجانب الجلوس بين كافة الأفراد الذي يواجه الآن موقف صعب وماذق هو نتانياهو ومجموعة الجنرالات إذا كان نجح في تفويت الفرصة على إيئير لابيد أن يؤلف حكومة إسرائيلية فأنه في نفس الوقت استطاع أن يتلقى ضربات من المكاومة لم تتوقح كافة الحبراء العسكريين وهذه هي المرة الأولى كما أشار العديد من المصادر بأن استطعت صواريخ المكاومة على غير المعتاد أن تصل مدن الإسرائيلية وتوجه ضربات مؤلمة إلى تل أبيب هذا جانب آخر سيكون هناك حساب للرئيس الفلسطيني الذي يحاول أن يصنع ويدعي بطولة ذائفة في نفس الوقت هناك معادلة سياسية مغيرة هل المرحلة القادمة ستكون الفكر بالنسبة لمشهد السياسي داخل المدن الفلسطينية هل هو نفس الفكر الذي كانت تنتهجه السلطة التنفيذية برئيسة عباس محمود أبو مازن هذا السيد عباس أبو مازن أعتقد أن بعد هذه التجربة المريرة سوف يكون هناك كلام كثير يتعلق باستمرار السلطة التنفيذية وانتخابات وتكوين حكومة وطنية تتحرك في إطار مصالح فلسطينية وليس في مصالح فصال أو مقاومة يعني تريد أن تقول أن هذا التصعيد له ما بعده على صعيد سياسي فلسطيني في هذه المرحلة وأيضا نعلم أنه جاء هذا التصعيد والأوضاع المشتعلة في الأراضي الفلسطينية بشكل عام بعد تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كانت ينظر إليها فلسطينيا أنها المخلص تأجيل الانتخابات هي عملية إدانة كاملة للسلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو ميزن لماذا؟ لأن هناك رغبة من الشارع المصري لإحداث تغيير إذا كنا نتحرك أو جهود مصرية لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة فكان لابد أن يكون هناك رؤى سياسية مختلفة وهناك أشخاص مغايرة لسلطة التنفيذية إذا كان البعض طالب بي حكومة وحدة وطنية إتلافية تضم كافة الأطراف كما أشار رياد الملكي وزير خارجية في كلماته منذ قليل ولكن هو الأهم هو كيفية إدارة المشهد السياسي خلال العشر سنوات القادمة في حالة اتفاق على الإعلان عن دولة فلسطينية مستقلة هل ستصلح هذه المجموعة؟ التي تتبوأ السلطة الفلسطينية أن تستمر وتدير هذا الملف أعتقد أن هناك رغبة ملحة من الشارع الفلسطيني قبل التسعيد والمواجهة بين إسرائيل والفصال والمكاومة الفلسطينية كان هناك رغبة وهناك حالة من الغضب بسبب القرار الذي اتخذه السيد عباس أبو مازن بتأجيل الانتخابات ووقتها صدر تصريح غريب بأن إسرائيل أبلغت إسرائيل أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها لا ترغب في إقامة هذه الانتخابات ولكن الاتحاد الأوروبي نفى هذا وكان موقف ليحصد عليه السيد محمود عباس أبو مازن بأن الادعاء بأن إسرائيل لها دور التنصيق مع الاتحاد الأوروبي في تأجيل هذه الانتخابات كان من وجهة نظر رئيس السلطة التنفيذية ولكن أعتقد أن الأيام القادمة ستشهد حالة من الهضوء الحذر ستشهد الكثير من الطلبات سوف يكون للإدارة الأمريكية بالتنصيق مع فرنسا وروسيا في محاولة لإعلان دولة فلسطينية ولكن الأهم ليس إعلان الدولة الفلسطينية ولكن الأهم هو المكون الداخل المشهد السياسي داخل فلسطين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر